الميليشيات تستعرض في شوارع بغداد وغيرها من مدن العراق وتفرض ارادتها بالقوة ورئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي يكتفي بمحاولات التطمين عبر الاعلام اطمئنه فانها مجرد محاولات بائسة لن تنال من هيبة الدولة يقول الكاظمي بينما الوقائع تفند الاقوال والمزاعم فبالامس القريب ميليشيا ربع الله التابع لحزب الله وقبل ذلك الكثير مثلها استعراض عضلات وترويع للسكان وتوجيه اهانات لشخص الكاظمي نفسه بمحاصرة مكتبه تارة او اعتقال ضباط كبار او تهديده بقطع الاذنين ودهس صواره امام الملأ نحذر ومشد الكاظمي وشرائمته ان لن تنهم عن هذا العمل القدر فسوف ينزل عليهم عفاظ الله بأن المجاهدين ممارسات تثبت في كل مرة بأن مفهوم الدولة في العراق مستباح على يد الميليشيات الموالية لإيران بينما لا يزال الكاظمي يحاول التخفيف من وطأة المشهد تارة باطلاق تحذيرات لا تسمن ولا تغني من جوع وتارة عبر القاء اللائمة على رواد مواقع التواصل الاجتماعي متهما اياهم بالتهويل والمبالغة في مسألة تغول سلطة الميليشيات وابتلاعها الدولة فلا رادع حقيقيا لهم من قبل الأجهزة الأمنية بجميع صنوفها لا شيء من الكاظمي سوى التصريحات وبعض التطمينات الكلامية وفي أحسن الأحوال يوعز بانتشار قوات الجيش ويعلن حالة الطوارئ ولكن بعد التأكد من انسحاب آخر عنصر في الميليشيات من الشوارع حقيقة سيطرة الميليشيات في العراق لا تتعلق بالملف الأمني فقط فالأمر يتعدى ذلك إلى الملف الاقتصادي وغيره من الملفات وعلى رأسها الموازنة المالية التي باتت رهينة للصراعات السياسية رغم فقراتها التي تخدم بشكل كبير الكتلة السياسية والأحزاب الفاسدة عبر استمرار الاقتراض والسماح برهن أو بيع أصول الدولة نفسها بجانب التخصيصات المالية للقوات الأمنية لا سيما هيئة ميليشيا الحشد ورغم كل تلك المعطيات إلا أن الصراع بين الميليشيات والكاظمي وصراع تقاسم النفوذ والحصص ما زال على أوجه والضحية هم العراقيون الذين أرهقهم الفقر والخوف من المجهول قبل إرهاب الميليشيات وتصريحات الكاظمي